قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تغذيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وتراث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق في السماء والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والحمد لله عدد ما خلق بين ذلك والحمد لله عدد ما خلق جل وعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين فاضل السماوات والأرض فاضل السماوات والأرض وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه على فضرة من الرسل ففتح به أعينا عميا وأدانا صمى وقلوبا غلفا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وصائر الصالحين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة الكرام فلنتق الله سبحانه وتعالى والنعلم أن هذه الحياة ما هي إلا أيام قليلة وساعات محدودة وعمر منصرم وليالي ذاهبة فكلنا ساعات نعيش على هذا الأرض فلنتق الله سبحانه وتعالى والنتزود من هذه الحياة الدنيا والنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى أيها المباركون هذه هي الرسائل رسائل من نصائح رسائل من النصائح الرسالة الأولى بما أنني أقف أمامكم وقدر رب سبحانه وتعالى أن أقف أمامكم أقول كلمات أعتقد أنها من قلبي وإليكم أيها المباركون هذه الكلمات موجهة إلي أولا ثم إليكم نحن العمر محدود والإنسان لا يدري كم يعيش ولكن يجب علينا أن نتناصح أيها المباركون مثل هذا الاجتماع مثل هذه الخضب ما هي إلا عبارة عن النصائح يقدمها الأخ لأخيه وأولى هذه النصائح هذه الرسالة وهي الرسالة الأولى الإنسان أغلى ما يملكه الإنسان وأثمر ما يملكه المرء هو دينه هو عقيدته هو مبدأه هو إسلامه الذي خسرت دينه خسر كل شيء لو خسرت الأموال والأهالي وكل العالم يمكن أن يستعوض ممكن أن يستأنث لكن لو خسرت دينك إلا خسرت عقيدتك إلا خسرت إيمانك فقد خسرت مصرانا مبيلا خسارة ما بعدها نجاح خسارة ما بعدها سعادة أخضر ما يتعرض به الإنسان هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله جل وعلا وصلب الإيمان من القلب وسوء الخاتمة هذا هو الشقاء كل الشقاء ومن يبتني غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الذي خسر في الآخرة هذا هو الخاسر هذا هو الخاسر الذي ليس بعده نجاح الدنيا ذاهبة وهي رمحات وضغائض وساعات الإنسان مهما تملك في هذه الحياة الدنيا مهما تملك ومهما ملك من الأموال والأولاد والشورة والملك وغير ذلك فإنها ولا شك تنصر فإنها ولا شك تذهب مع إذرات الرياح لكن الذي يبقى هو الآخرة الآخرة هي دار البقاء فالذي خسر آخرته هذا هو الخسران المبين أيها المباركون الخوف من سوء الخاتمة والخوف من المستقبل الخوف من الضلال الخوف أن ينخدع الإنسان بأهل الكفر وتزويقهم وتزييفهم هذا كان مما يزعج الصالحين مما أزعج الأنبياء والرسل هذا مما كان يخاف منه الصالحون قبلنا وهم كانوا يعيشون في زمن أفضل من زمنها كانوا يعيشون في فضرة أحسن من فضرتنا هذه ومع ذلك ما أرقهم إلا الخوف في المستقبل بعض الناس تسمع كلامهم وهم يقولون أنا أبني مستقبلي ويبسدون في هذه الحياة الدنيا هل الدنيا مستقبل؟ كلا والله الدنيا ليس لها أي مستقبل وإنما مستقبل الحقيقي الذي يبني مستقبله فهو لابد أن يفكر كيف يصل إلى دار السلام كيف يصل إلى جنة العدل كيف يصل إلى دار السعادة هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب أن يفكر فيه الفضل أن يفكر فيه العاقب أن يفكر فيه الذكي هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نبذل قصارى جهودنا كيف نصل؟ كيف نخرج عن هذه الدنيا؟ ونحن المؤمنون ونحن المسلمون ونحن على الحق فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا الذي أردت الصالحين أيها الإخوة الكرام سوء الخاتمة بعض الناس كانوا على الدرب بعض الناس كانوا على الحق لكنهم تلكوا لكنهم تراجعوا لكنهم تلكسوا على عقابهم بعضهم كان عندهم العلم ومثال الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان ذلك الإنسان العالم الذي انسلق عن الدين وارتد بعد الإيمان تأهل أن يكون إماما للإبليس فإبليس يقتدي به فقال جل وعلا فأتبعه الشيطان المتبع هو العالم والشيطان هو التابع لأن الشيطان يستغل ويستفيد أنا مرة وجدت كلمة كتبها أحد الكتاب المعروفين لكنها هي كلمة حق كان كلمة عجيبة كان يقارن بين من أضله الشيطان وبين من أضله الإنسان فذكر قضي رجل معروف آية الله الخمين هذا هو تحدث قال قابله إبليس فقال له يا خميني أريد أن تتلمل بين يديك فقال له كيف تتلمل بين يديك قال والله أنا إذا أضللت الإنسان وأبعدتهم عن منهج الله فإنهم يطوبون ويتراجعون لكنني لم أجد من أضللته أنه تراجعك فأريد أن أتعلم منك هذا سر أطباعك لا يتراجعون وأطباعي يتراجعون يستغفرون فيتوبون أشتهدوا معهم ويبنون ويبنون وأبني 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 فإذا هم باللحظات واحدة يهدمون كل شيء بالاستغفار لكن أصحابك لا يتراجعون لأنهم يعتددون أنهم على الصلاة بل يستميتون على منهجك فقال أريد أن أتعلم منك هذا سر هذا كميخال بسيط لأن الإنسان يعني الشيطان الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزغرفة القول الغرورة فشيطان الإنس يعني أشد فتكا من شيطان الجن شيطان الجن يفزع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتهد أما ذاك يأتيك من كل جانب هو مثلك يتحدث باللغتك ينمغ لك الكلام يزين لك الجماء أشياء يأتيك بوسائل وطرق متروعة متروية فهذه القضية الخطيرة أقصد أيها المباركون أناس تراجعوا عن دينين بعد الثبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا سبحانه وتعالى وهذا كما قلت مما أرقى الصالحين كانوا ينزعجون لهذا ذكر رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر خليل الرحمن والإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام أنه كان في خوف ووجب عن هذه القضية لأن الإنسان لا يأمن عن مكر الله سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا الغوم الخاسرون وأعظم مكر أو مكر الذي يتعلق بعقيدة وبإيمانك وبديرك أن تتراجع هذا هو أعظم المكر ولذلك إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين خليل الرحمن يخاف على نفسه أهل بحراف يخاف على نفسه أن يخرج عن الدرب يخاف على نفسه أن يميل عن الوطيرة ولذلك قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهنا ضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من هكذا قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني فبدأ نفسه واجنبني أي ابعني عن عبادة الأصنام هل يعبد إبراهيم عليه السلام الأصنام لكنه يخاف على نفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أبناء الذين كانوا أنبياء وأبناء الذين كانوا الرسل وأبناء الذين اختارهم رب سبحانه وتعالى يخاف عليه الانحراف وجنبني وبني أن نعبد الأصنام والصنام هو كل ما يعبد من دون الله الذين يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء والرسل كالذين يعبدون عيسى عليه السلام هؤلاء يعبدون الصلم لا يعبدون عيسى لأن عيسى بني منهم نبي الله عيسى أرسله رب سبحانه وتعالى ليحارب الشركيات والكفريات والعبادة غير الله وما جاء ليأمر البشرية ألا أن تخلص أو تصفي العبادات والطاعة لله عز وجل ولكن الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا لنرى دائن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلغ ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشتك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أن تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا ليس من حق عيسى عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب فهؤلاء الذين يعبدون الأنبياء والرسل حقيقة يعبدون الشيطان ألم عاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مريم وأن يعبدوني هذا الصراب المستقيم فإبراهيم عليه السلام يتعوذ بالله عز وجل أن يعبد هو وأبناه الأصناع ينطلح بين يدي الله عز وجل ويرفع أكفة ضراءة إليه جل وعلا وهكذا الأنبياء والرسل ورحم الله إبراهيم التيميد عندما قال ومن يأمن من البلاء بعد خليل الرحمن ومن يأمن من البلاء بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام البلاء كل البلاء هو العباة غير الله عز وجل والموت على الشركيات والكفريات كذلك أيها المباركون ها هو يوسف عليه السلام نبي الله يوسف الذي من الله سبحانه وتعالى عليه مننا الكثير أعضاه رب سبحانه وتعالى الملك وأعضاه جل وعلا النبوة وأعضاه جل وعلا كل شيء ولكنه يخاف نبي الله يوسف عليه السلام عندما وصل إلى الضمع عندئذ أتذكر أن القضية المهمة أن قضية الإيمان الثبات على الدين الثبات على الدرب الثبات على الإيمان الإنسان يفقد يتركه الرئاسة نبي الله يوسف عليه السلام ترك الملك مصر وكل شيء هكذا ينهب لكن الذي يبقى هو الإيمان فقال وهو ينادي ربه عز وجل وهو يتضرع لله جل وعلا قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقر بالصالحين وهو ينادي ربه جل وعلا ربي قد آتيتني من الملك هذا هو من وسائل التواضع لله عز وجل الاعتراف بالنعمه سبحانه وتعالى يعترف لله جل وعلا دعمه المتغير ربي قد آتيتني من الملك الرب سبحانه وتعالى أتى وأعطى يوسف عليه السلام بعض الملك وليس كل الملك فالملك سبحانه وتعالى لا يدخل تحت العصر ولذلك قال ربي قد آتيتني أي عطيتني من الملك من بعض الملك من هنا تسمى طبيعيضيا آتيتني من الملك وكل واحد منا وكل واحدة من كنا فعندها الملك الله سبحانه وتعالى أعضل بشرية كل واحد ملك في هذه الحياة الدنيا أنت تملك اليوم سيارة وتملك عقلا وتملك قدرة وتملك أشياء كل واحد عنده ملك الله أعضبه سبحانه وتعالى حتى الجوارحنا هو ملك من الله عز وجل حبانا إياه جل وعلا اليوم تحرك يدك تصدع أن تند يدك إما إلى الخير وإما إلى الشر تصدع أن تحرك لسانك بذكر الله أو بذكر الشيطان تصدع أن تحرك رجلك وأن تصوق تخضاك إلى الخيران تصدع أن تستخدم جوارحك إلى الشر كذلك فهذا اليوم ملك لك أما يوم القيامة أما يوم القيامة فالجوارح هذه تتأبى أن تنقاذ لصاحبها يوم القيامة فهذا الملك يسرب عندما يقول جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فتتغير الأشياء عنده لأن الرب جل وعلا يسلب المالك ملكه يوم القيامة يوم الدين عنده فالجوارح لا تنقاذ لك حسب ما تريد ولذلك يقولون عندما تتكلم الجلود وتتكلم الأيات واستكلم الأرجل وقالوا لجلوده لما شاهدتم علينا قالوا وانتظنا الله الذي أنتظى كل شيء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بدل اللسان الأيات تتكلم بدل اللسان الأرجل تتكلم لأن هذه التوارح التي ملك لك اليوم فإنها تخرج عن ملك يوم أيدي فيتصرف بها رب سبحانه وتعالى تصرفا آخرا فرب جل على كل واحد منه أعطاه ملكا فيعترف المؤمن حاله القضية فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث جعلوا رب سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء فبتأويل الأحاديث مكنه رب سبحانه وتعالى أن يصير عزيز مصر وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر الصماوات والأرض أتوصل بأسماء الله سبحانه وتعالى وظفاته يا فاطر الصماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كيف تولى رب سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام تذكر أنت كذلك مستقبلك كيف تولاك رب سبحانه وتعالى عندما كنت جديدا في بطن أمك الذي أصغاك وأدعمك وأنعمك وأضحفك بالنعم سبحانه وتعالى هو الذي يتولاك في هذه الحياة الدنيا تولى رب سبحانه وتعالى يوسف عندما أمطي في البير تولاه رب سبحانه وتعالى عندما اجتمعت عليه النسوة وأمكرنا فتولى رب سبحانه وتعالى حيثما وضع في السجن تولى رب سبحانه وتعالى يوسف في حياته كلها حتى مكنه رب سبحانه وتعالى وأوصله إلى قدمة الهرم في غيادة النساء فرب سبحانه وتعالى الذي تولاه اللهم أولنا من توليت يا رب العالمين فمن تولاه رب سبحانه وتعالى فإنه لا يخاف عن شيء ربي قد أنتيتني من الملك وعلمتني من تاوي الحديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحظني بالصالحين هذه الكلمة التي قال توفني مسلما وألحظني بالصالحين هذه القضية المهمة لا تبقى الدنيا ويعرف أن الملك لا يبقى له لكنه يريد أن يتحفه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وخلاصة هذه الرسالة أيها المباركون ليس هذا فقط وإنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كان على نفس النمط عليه السلامه وسلام وهو المختار والله حيره خلق الله والله حيره من وضعه على صرح عليه السلامه وسلام وهو المعصوم وهو المجتمع ومع هذا كان يقول يا مقلب الغروب ثبت غلبي على دينك يا مصرف الغلوب صرف غلبي على طاعتك رواية رواها جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا مقلب الغلوب ثبت غلبي على دينك ففهم من ذلك أنها الرسالة إلى أصحابه فسأله جابر بن عبد الله وقال له يا رسول الله أتخاف علينا ونحن آمنا بما جيت به فقال عليه السلام نعم أخاف عليكم لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب جل وعلا نقل القرآن الكريم الراسقون في العلم العلماء الذين تمكنوا بمعرفة الله عز وجل وتوغلوا في دين الله وأذابوا حلاوة الإيمان إنهم يخافون من سوء الخاتمة ويخافون من سوء العاضبة هؤلاء يقولون والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عذ ربنا وما يذكر الله للألباب ربنا لا تزيق لبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب يقولون ربنا لا تزيق لبنا الراسقون في العلم عجبا هؤلاء هم متمكنون لأنهم عارفوا الطريق لأنهم عالموا وأدركوا الحقائق فيخافون على نفسهم يقولون ربنا لا تزيق لبنا فإذا زاغ القلب وإذا انحرف القلب عن الجادة فلم يبقى للإرسان شيء لأن زيغان القلب وروغانه وانحرافه هذا كله له أصباب ذكر القرآن الكريم فالذي تمرد على منهة الله والذي تورد في المعازي فإن الله يزيق قلبه فلما زاغوا أزاغ الله زيغان القلب هو حقاب من الله سبحانه وتعالى ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونجرهم في طغيانهم يعملون هو حقاب من الله الله لا يدلم الإنسان لكن الإنسان الذي تمرد على الله حز وجل وخرج عن منهجه المعاصي والذنوب وعوحارها هذه كلها جانبات يعني لزيغ الغلب وروغانه وإنحرافه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مكنني بالإسلام حتى ألقاك عليه اللهم مكننا بالإسلام حتى ألقا ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يحيينا بالإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يبعثنا وأن يحشرنا مع الصالحين إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وراءكم أستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله عز وجل لنوفقنا لما يحب ويرضاه كنت أريد يعني أن أقدم إليكم بعض الرسائل لكن هذه الرسالة الأولى على أي حال وأرى أنه وقت أتركني ورعلي بالرسائل أخرى أبغيها في جيبي إن شاء الله تعالى أو في كيسي ربما إن شاء الله أعيش والله يمد لي عمرا آخر حتى أستخرج هذه الرسائل بين الله عز وجل وصقكم الله لما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة وأنعمكم الله جل وعلا بإيمان ثابت وقلب مستغر على دب الله سبحانه وتعالى والتقسامت يحب إلى الله سبحانه وتعالى وقلب محمد صلى الله عليه وسلم وقلب محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وقلب محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وقلب محمد صلى الله عليه وسلم ويشتركوا في الناس ويشتركوا في القتال ان لا يسعرون هذا المسيح لا يسعروا أكثر ان يكون الله سبحانه وتعالى والفتة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سينا اتبعنا وقعنا للطب الله سبحانه وتعالى تقول أخذتها أيضا فرقا سوف أخذتك سوف أخذتك أن أخذت الله أن تحضر على الله أن تحضر على أن يحضر على الله ولكن أن تحضر على الله فرقا سوف أخذك يا أصدقائي نجحنا لتحضر لتصبح أخير وقد يمكننا أن نكون موغل نحن نعن نعرف من الاجتماعي ويشعر لله. أحضر الله وأحضر الله. النحن محمد صلى الله عليه وسلم هو اللحن سبحانه وتعالى ويشعر الله عدد محمد محمد. som gått över Juden Propheten Muhammad SAW sa jag kommit att vara mänsklig ledare på dumma dagen han säger och han sa jag är den bästa personen av er efter mig kommer igen profeten och igen sänder Gud kära syskon vi måste veta att om att är den bästa och en liten Bukhari profeten SAW såg den bästa folket är mitt folk han minar SAW som hade sällskap med profeten Muhammad SAW sen de kommer efter sen de kommer efter och vi måste få lika dem Allah SWT säger att ni är den bästa umm som har kommit till mänskligheten ni råder om det goda och förbjuder det förbjudna och tro på Allah SWT så för att vara den goda muslim måste man ha två egenskoper i sig så vilka är de det första det första är att man måste tro på Allah SWT fullböder sin imam och den andra är att sträffa alltid efter den goda till exempel att stärka de svaga båta de sjuka förbinda de surade för tillbaka de vilsegångna och att söka upp de förlorade göra och behandla människor med kärlek och barmhettighet och förbjuder den onda till exempel dricka spritt råka ljuga och lora folk profeten så den bästa muslim är den som har den finaste karaktär vad betyder en god karaktär betyder god beteende mot sin omgivning och miljö ädlig modig och generos profeten så ungas med folk med bästa karaktär och asså Allah SWT Allah SWT inna صبرا وثبد اقدامنا وانصرنا على الغوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رغف الرحيم اللهم قيد للأمة الإسلامية قياة صالحة اختبو ملا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وصلم اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ارفع راية وحيد خفاظة في ربوع العالم اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارك العرض ومغارب اللهم انصر نصرا مؤذرا اللهم حر البيت الأقصى يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم اغمع شملنا يا رب العالمين على الكتاب وعلى سنة وصلوا وصلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن اللهم رأيتك وصلون على نبي